نظمة اليوم الاثنين مسيرة ضخمة في شوارع العاصمة موسكو تسمى مسيرة الأفواج تخليدا لسرايا المقاتلين بروس الذين سقطوا خلال معارك الحرب العالمية الثانية وكان يتقدم طالعة المسيرة رئيس فلاديمير بوتين وهو يحمل صورة والده فلاديمير سبيردونوفيتش بوتين أحد قدماء المحاربين بروس ضد النازية وجاءت هذه المسيرة التقليدية التي تنظم بمناسبة ذكرى عيد النصر في الحرب العالمية الثانية في التاسع من شهر مايو من كل عام بعد الانتهاء من حفل الاستعراضات العسكرية في الساحة الحمراء في موسكو وفي اليوم ذاته تذكرت أوكرانيا التي كانت تشترك مع روسيا في وطن قومي واحد هو الاتحاد السوبياتي قتلاها في هذه الحرب الكبيرة بوضع رئيس بيترو بوروشينكو بقات الوضود أمام نصب الجندي المجهول بالتزامن مع تنظيم مسيرة شعبية في شوارع كييف حيث صلى الناس من أجل الضحايا أوكرانيا وروسيا منذ الانفصال عن بعضهما بانهيار الاتحاد السوفيتي التجهان أكثر وأكثر نحو التصادم حتى فيما يتعلق بهذه الاحتفالات حيث غيرت كييف اسم هذا العيد ومنعت استخدام رموز السوفيتية خلال الاحتفالات ترجمة نانسي قنقر